ما تعرفش انت تتغني زيب يعني معافز من غيرهم من غير ما يستروا عزيزة ولا اسوأ اي حاجة من غيرهم يعني بالاضافة لان هم عشرة عمري واخواتي يعني الحكاية برضو بتغني عليهم وبيغنوا علي وبيعني بيحصل كل الحاجات اللي انت ممكن تتخيلها لما في عازف من بتوعك اللي هم يعني بيشتغلوا معك بسهما رغيب بيفرمها شوف الحكاية دي عشان التخصصات دي مسئولية الماستر دي انا انا عمر سليم مسئول قدامي قدام ربنا انه انا الشغل يطلع كويس يطلع لك اه فانا ما لا اتدخل اطلاقا في اي تكوين هو يشوفه لانه هو ايا كان الوضع هو بسم الله ما شاء الله شائع وعافظه عيلة سليم كلها كلها فتاحة طبعا بس يا المشكلة الوحيدة اللي بيننا المشكلة الوحيدة واضح ان في شايف فيه منكفة بينكو لا المشكلة الوحيدة لكن يعني انا يعني بقلبي صافي يعني حاسيت انه وزعق لك واعنا بنته لا لا ومشكلة الوحيدة اللي بيننا انه هلاوي وانا زمال كاما بس انت عايز حد سليم يبقى مش هلاوي على فكرة ده عندهم الزعيم بتاعنا كلنا زعيم الكورة صالح سليم انا عايز هديف وانشان سليم في التمثيل مالك كبير العيلة كلها يعني عيلة تخوف لا وانا على فكرة مشكلتي انا وعنديش مشكلة مع الزمال كوية بواجه نعم ده ده انا مش بشتري جمهور زمالك انا يعني انا مراتي جدها جدها محمد حسن حلمي زمورة منازم الكوية برضو شكت انا مراته حفلت زمورة وهو بقى يعني وبعين طبعا يعني لما الاهل بيكسبنا احيانا كتير ما الناترى معلاش تسيبه بقى يطلع شوية مش موش جلق السكبت يولد انفجار اهلا بك يا سوال النهاردة هنغني مش هنتكلم كتير نحب نسمعك لان الناس منتظرات لسمعك وتغنيك. بس قلنا اولا الله اكبر يعني نمسك الخشب. سر اه حفاظك على اه مستوى يعني نضارة ومستوى ده احناك بتلعب رياضة. يعني انا خفت وانا بسلم عليك فيه ماجانس جامدة. اه لحسن اقرص على ادي الجامدة. اه خفت او لانا مفيش حاجة راسة اقاره. اه انت ازاي بتحافز على الله اكبر يعني. الله بص يا استاذ محمود والله. عشان الناس تستفيد. هو في الحقيقة بس يعني ربنا يكرم الست اللي في البيت. هي الحكاية واخدبالها مني كويس. وانا زي الاطفال يعني ممكن تليني اهرب من الاكل واهرب من الاشياء في الحاجات دي بس ايه يعني بت اه. بتنظم لك الحقيقة. اه الدنيا متنظمة كويس ومستقرة بشكل. طب انت اتكلمت هستي في البيت ان انا ست زوجة فقط. ايه بالزوجة فقط دي حعارة. ده موضوع تاني بقى. اه. بتكتب. اه طبعا اه. وشغالة في رواية كبيرة دلوقتي رواية اسمها سيدات الرسائل. شغالة شوية بقالها بتاع السنتين. تلات سنين شغالة. اه اسمها سيدات الرسائل. يعني متوقف عن كتابة الشاب. لا بتكتب. اه اه عملالي اه حاجات كتير وعملالغير يعني. اه يعني انت بتختار الاول ولا ايه بتختار المطرب. لا لا ما فيش بيننا. مش كلمة صراحة. لا ما فيش بيننا احنا احنا اصدقاء واصحابه يعني بالاضافة اللي ان احنا متجوزين. انما اه عمري ما ما فرضت عليها حاجة وهي عمرها ما فرضت عليها حاجة. يعني انا ساعات بالعكس ممكن تسمعني كلمات اقول لها تليء لفلان فلان انا اه هكذا. بتسمعني اقول لها دي انا بتديها اخدها كده يعني. ما فيش بيننا الفكرة. ما فيش صراع يعني. طب بتلعب رياه ده كل يوم? لا احبابة مشي بس. كويس. ما مشي بس. ولو فيه دمبلستافها كده يعني. بس خلاص. انما المحافظة على انك تمشي كل يوم. اه. بقدري ما يمكن على حسب وقتنا برضو. بس برضو ما احنا في الشغل بنتحرك كتير. طبعا. يعني يعني. عبقادر منك. قد ما تقدر يعني. اه. ابو العروسة عمل معك ايه? اه. احنا مش هتكلم بتفاصيل المسلسل لان المسلسل مازال معروض والناس بتعبعه وناجح. وانا بحيب ريم حمود استدقنا ان هو اللي اعملت داك. اه بحيب حبيبي طبعا. اه. والسيدة منقط بطبعا. اه يعني. وتشوف اه. يا ربنا سبحانه وتعالى لما بيش عور على حاجك ويسوي روح بعيدها لك. اه. فمفيش بطولة ليا في حاجة فيها ولا يعني. لا ادعي ان انا عملت بحاجة. بس دورك كان حالو. الحمد لله. بيقولوا ان دورك. الورق مكتوب كويس. هاني كمال مكتوب كويس. اه. هاني كمال كاتب كويس. كويس جدا. اه. كمال منصور. كمال منصور. اعمل اخراج كويس. اه. يعني انا مش عايز ابالغ عشان لا ايه. ايه. حد يفتكر. معك مفتاح البقى مش عايزين انه لا نستش اسماء يعني. اه. ومعه وبعدين سيد رجبه وسوسان يعني اه بالزبط. ونرمين. ونرمين. كتير كتير. والشباب. اه. محمد عادل. اه. ومحمد حاتم. في مجمورة يا فريد شوي. انا مش عايز انسى حد. اه. انما اه هي فكرة كلها توفيق من ربنا سبحانتها العالم. وانت مكايب بقى انا كنت ادرب مراتك في التمثيلية او لا. لا بالعيد انا كنت بقى. متدايب. وكنت بخايف من رد الفعل. لانه برضو الناس بتتعامل مع المطرب بشكل رومانسي اوي. وشكل مختلف. اه. لما حصلت الحكاية دي يعني. انا ما لمست. يعني مثلا لما ضربت انا ما لمستهاش. الناس تشوف. بس انا شوفنا لما قمتها تضرب مراتك. بس ما لمستهاش بقى في الفعل يعني. يعني كمال المنصور كمخرج عارف يخليني الناس كأني ضربتها بالفعل. بس. بس في حوارا ارطولك انك 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 او كلامي انا ارطولك انك عاس انك بتمثن الدور شبهك. لا هو مش شبه ايه. هو شبه ناس كتير فينا. عاصل مسلسل كل الشخصيات اللي فيه. مفيش شخصية ملائكية في الحياة في الواقع. طبية. هاني بقى بيرصد الجزئية دي. ان انت مهما كنت سوي. ومهما كنت بتاخد بالك من تساوي. انت ممكن القدر يكعبلك في حاجة. شعباله على الخاطر. فممكن حد ما يعرفش تركبتك الفعلية الحقيقية. ويشوفك كده. فشوفك مثلا متلبس في موقف ما. مختلف عن اللي هو عارفك فيه. الحياة احنا كلنا معرضين دي. صحيح يعني مسألة المطرب الرومانسي ده هو لما بيقف قدام الميكروفون. وبيستدعي الاحاسيس. هو بيقولها بصدق حقيقي. مش معناه انه هو طول النار عادي يحب يعني. بالزبط. او بزعلان. لا مش معقول. مش معقول. واحد يعني يعني هو بالزبط كده زي ما حضرك قول. اه يعني انت مش بتمثل. لا احنا بنعمل شخصيات انماط من الحياة. لا اصد اقوله انت بتغني انت مش بتمثل. لا في الغنب استحضر. انت بتعيش. ده في البلاتو في الاستوديو استحضر حالة. عالمسرح الناس اللي بتديني الباور. الناس اللي بتقل يعني على قدر التفاعل. على قدر ما انت بها اتكلمه معك وانت بتغني تقول ناري. اقولي يا ما اتحاعد يا ما اتحاعد اتحضرت لك عفلات كده. فيه علاقة فيه علاقة فيه علاقة حب جميلة كده. الحمد لله.